فيه نقطة مهمة جداً اه حراسة عملوا جولة حلوة في الدورة الجولة دي بس دايما عندها حراسة المرمى مش بيمشي على سطر ويسيبوا سطر هم بيمشي على سطر ويسيبوا عشر نعم نحن هي بقى هي الاستمرارية عموماً ليت حراسة المرمى أولاً في كله لا في كل اللعيبة طبعاً هي على فكرة هي بتظهر أولاً في حراسة المرمى ليه؟ لأن كرة تطلعك السماء ونص كرة تنزلك الأخر فلكن اللعيب ممكن يتدارى ممكن رأس الحربة ممكن صلاح محصل النهاردة احنا عدنا ثلاثة أربعة دقايب نتكلم على صلاح والشامي الماتش جاي يجبوا جنين احنا نسينا لكن غلطة حراسة المرمى متكررش أبداً فأنت دايماً شايف الترمومتر بتاع حراس المرمى طالع نازل لكن هو لعيبة مصر كلها للأسف وخصوصاً الفترات الأخيرة دي ما بقاش فيه لعيب عنده الاستمرارية هو ممكن الوحيد اللي تقول عنده استمرارية في مصر كلها هو أزيزو عشان كيف نكون أحسن العيب في مصر دايماً محافظ على نفسه حتى في تصرحاته قليلي الكلام بيعرف يتكلم فدايماً تحس انه هو مثقف من كل حاجة رياضياً اعلامياً بيعرف يتكلم كويس جداً لكن أغلب اللعيبة الدور المصري النهاردة لما بلعب ماتش والتاني والتالت كويس فيبدأ الاعلام يتكلم عنه فتبدأ الدماغ تتقل يبدأ مايركس يبدأ الصهر تبدأ الخروجات تبدأ أنا عايز عقد عشرة مليون وهو عقده أصلاً كم مليون أو اثنين مليون ولسه متجدده فبتكلم فأقول تاني كل ده بناء عن إيه؟ عن تلات أربعة ماتشات فالاستمرارية أهم أهم بكتير من ان انت تلعب ماتش كويس وده برضو راجع للنقطة اللي الكابتل نفسه ما أتكلم فيها كن بتشغل المنافسة لعيب الكرة دايماً مش حارس المرمى بس لعيب الكرة دايماً ليه؟ هيدرب في ظهره دايماً هو هيدبدأ وراف التدريب فهو عارف مجرد مشال من التشكيل ومش موجود في الحداشر اللي مكانه هينزل يثبت وجوده فهتلاقيه بيأكل النجيلة أكل زي زمان ما كنا بنشوف اللي بره زي اللي جوه الكواليتي مش فارق قوي لكن النهار ده كل أو أغلب المداربين بتركز على تلاتاشر ربعتاشر واحد بس يا كابتل أسمة في الملعب والبقائين دول لما نبقى نحتاجه فبالتالي اللي في الملعب حجز مكانه فبالتالي الدماغ بتتقل فبالتالي بتلاقي ما فيش سبات في المستوى فبالتالي بتلاقي اللعيب تلع موسم لو أعمل موسم كويس جداً موسم بعده ما تشوفوش خالص فهي دي المشكلة الاستمرارية اللي عندك عشان توجد الاستمرارية دخل المنافسة جوه اللعبة صحيح